تعالى ناخد اللي بعده كل دي الجهود اللي احنا عاملينها او اللي الدولة احنا كلنا الدولة بالمناسبة اللي الدولة عاملها علشان خاطر حضرتك تبقى امن طيب ارتفاع اسعار الامح بشكل عالمي انا عندي امح انا اللي بزرعه وبنتجه وموجود في صوامعي او في مزارعي الاخ 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 وعندي امح بجيبه طيب واحدة واحدة الرئيس مشكورا وجه بالقاتي انه يتعامل حافز توريد اضافي يعني ادي حافز لاخويا المزارع ده اللي بيورد بانا كنت عمله حافز قبل كده لا زود الحافز يعني الرئيس امر وجه ولا يحب كلمة امر وجه بانه يتم اعطاء حافز توجيه زيادة حافز قصد توريد زيادة على سعر اردب الامح المحلي كل ما هتزرع كل ما هتاخد حافز امح تحديدا ده للموسم الزراعي الحالي وتشجيع طبعا للمزارعين عشان يوردوا اكبر كمية ممكنة طيب عايز تقولي وردات مصر في الامح بقت عاملة ازاي اعنى بستورد اكتر ولا بانتج اكتر تعال نشوف كده انا في 2014 كنت بستورد تقريبا 15 مليون طن في 2014 15 مليون طن في 21 10 و 6 من 10 10 مليون و 6 من 10 يبقى انا قلت قد ايه قلت تقريبا 4 ونص مليون طن بالرغم ان انا عندي زيادة سكنية وزيادة سكنية رهيبة يعني ده معنى ايه معنى ان قدرتك على الانتاج وجودة التخزين عملة بتزيد هي دي بقى ابقاش جودة التخزين اللي هي الصامع اللي مكنتش عجبة بعضهم القدرة على الانتاج اللي هي زيادة المساحة اللي اتزرعت بالامح طيب توزيع مصادر استيراد الامح 15 منشأ لتوريد الامح عشان مخك ما يتلعبش فيه احنا مثلا عندنا 15 مكان بنستورد منه عندنا روسيا واوكرانيا ورومانيا وفرنسا وامريكا وستوراليا والارجنتين وكازاخستان وسربيا وبولغاريا والماجر وباراجواي والمانيا وبولندا ولاتفيا يجبا ايقول لك روسيا اوكرانيا هنعمل ايه يا سيدي دول 2 من 15 اتنين من 15 طيب 4400 25 ألف طن حجم التعاقد من سلعة الامح خلال الفترة من يوليو 21 حتى هذه اللحظة طيب تعالي بقى نشوف التديق بتاع الفجوة ما بين انتاجي واستيرادي 11% تقريبا 111 من 10 11% نسبة زيادة انتاج مصر من الامح احنا كنا في 21 9 مليون طن 22 الحمد لله بقينا 10 مليون طن ماشي الكلام طيب تعالي بقى نسبة زيادة مساحة الامح اللي تزرع مساحات التي تزرع قمحا 7 و 4 من 10 زيادة في حجم البتاعة دي عايزة تزغل شوية عشان السلايد في جزء منها ما قطوش يا جمال 7 و 4 من 10 نسبة زيادة مساحة الامح اللي بنزرعها فهتلاقي عندنا كنا في 21 3 و 4 من 10 مليون فدان ماشي طيب احنا بقينا ايه بقينا 3 فصلة 65 مليون فدان في 22 طيب تعالي بقى نشوف وزارة الزراعة الامريكية بتقول الله بتقول ايه وزارة الزراعة الامريكية مش وزارة الزراعة عندنا يعني مش دكتور ساد القصير يعني حتى مش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مش رئيس جمهوريتنا جماعة العم سام العم سام قال ايه العم سام بيقولك واصلت مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع السعة التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الاسعار الحالية للامح ده كلام انكل سام طيب انكل سام يكمل كلامه ويقول تبذل مصر جهودا حالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الازمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو فين الدعم يا فندم الدعم سيادتك عزيزي المواطن سيدي المواطن سيدي المواطن جزء كبير منه ده حتى اللي بيقولوا الامريكان مش رحنا اللي بنقول جزء كبير جدا من القمح بيوجه لبرامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم عشان ما يجيش واحد يقول لك أصلي بياخدوا القمح وبيعملوا بيه خبز سياحي بيعملوا مش عارف فيه بجت كفاية بقى طيب الامريكان بيكملوا كلامهم وبيقولوا ويمكن أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات يعني الإصلاحات اللي بتتعامل دي تقلل حجم استيرادي وسط الأسعار المرتفعة مشانا برحق قلت لكم فيه أزكياء ربنا سبحانه وتعالى ألهم أنه يبقى فيه بصيرة ما استبصار ما توقع أنه احتمالية الأزمات دايما واردة يحصل أزمة لقدر الله زي الحال مع أوكرانيا وروسيا يحصل حاجة تانية اعمل حسابك